السلام عليكم أعزائي التلاميذ أرحب بكم وإياكم الستهبة معلمة مادة العلوم للصف الأول الابتدائي من الدرس العراقية الألمانية فرع ذيقار مدرسة الإمام علي عليه السلام درسنا لهذا اليوم هو الفصل الرابع أجزاء جسم الإنسان وحواسة رح نأخذ به الدرس الأول أجزاء جسم الإنسان طبعا بهذا الدرس شرح نتعلم سأتعلم في هذا الدرس إن جسم الإنسان يتكون من عدة أجزاء جسمي يتكون من عدة أجزاء ولكل جزء من أجزاء الجسم وظيفته الخاصة إن جسم الإنسان يتكون من عدة أجزاء ولكل جزء من هذه الأجزاء وظيفة خاصة به رح نتعرف عليها هذا درسنا يتكون جسم الإنسان من أجزاء عده ويتشابه جميع الناس في الأجزاء الرئيسية لأجزامنا فما هي الأجزاء الرئيسية جسم الإنسان الإنسان كائن حي يتكون جسمه من عدة أجزاء وهي الرأس والرقبة والجذع والأطراف خلونا نشوف هذه الصورة فهذه الصورة هي لجسم الإنسان لأن ليش الإنسان كائن حي لأن يأكل يتحرك يتنفس وجسم الإنسان يتكون من عدة أجزاء يعني جسمي يتكون من عدة أجزاء ما هذه الأجزاء؟ هي الرأس طبعا تعتبر أجزاء رئيسية بجسم الإنسان أجزاء رئيسية هي الرأس والرقبة والجذع والأطراف أجزاء جسم الإنسان الرئيسية هي الرأس والرقبة والجذع والأطراف طبعا هذه الأجزاء موجودة يعني بكل البشر يعني كل الناس جسمهم من يتكون من هذه الأجزاء من رأس ورقبة وجذع وأطراف يعني ستشوف أنت تلاحظ جسمك متكون من عدة أجزاء عندك رأس رقبة أطراف راح تلاحظ شنو هاي أجزاءك تشبه أجزاء جسم صديقة كم عنده رأس هم عنده رقبة هم عنده أطراف إذن هذه الأجزاء موجودة في كل الناس يعني موجودة في كل البشر أنه جسمهم يتكون من هذه الأجزاء هي الرأس والرقبة والجذع والأطراف راح نلاحظ الجذع منين يتكون يتكون من الصدر والبطن يعني هذه المنطقة شن اسمها اسمها جذع أما الأطراف الأطراف هي تشمل أطراف عليا وأطراف سفلة الأطراف العليا هي اليدان الأطراف العليا هي اليدان من اسمها أطراف عليا يعني وين بأعلى جسمي بالجذع يعني بالأعلى أما الأطراف السفلة هي الرجلان والموجودات متصلات بالجلع من الأسفل لذلك نسميها الأطراف السفلة تأول جزء من أجزاء جسمه والرأس الرأس جزء من أجزاء جسم الرئيسي ماذا يشمل الرأس يشمل الجمجمة والوجه وفيه العينان والأذنان والأنف والفم تضم الجمجمة فيه داخلها الدماغ ويوجد فيه الفم اللسان والأسنان هسه الرأس رأسي شموجود بيه رأسي يشمل الجمجمة الجمجمة هي عظام الرأس العظام عظام الرأس شنو أسميها الجمجمة زين هذي الجمجمة شموجود بداخلها موجود بداخلها الدماغ عظام الرأس هي الجمجمة زين شموجود بداخلها الدماغ طبعا الجمجمة تحافظ على الدماغ بعد شموجود رأسي موجود الوجه الوجه شنو بيه بعينان بأذنان بأنف وفم زين الفم ماذا يحتوي أو ش موجود بداخله موجود بالأسنان واللسان هذه هي أزاء الرأس طبعا الرأس من أزاء رئيسية بالجسم ماذا يحتوي أو ماذا يشمل يشمل الجمجم إنها عظامة الرأس وتضم في داخلها الدماغ بعد الرأس ماذا يحتوي موجود بالوجه الوجه شين موجود به موجود به عينان والأذنان والأنف والفم زين الفم شنو موجود بداخله موجود بالأسنان واللسان الرقبة الرقبة هي جزء من أزاء الجسم الرئيسية تصل الرأس بالجذء وتساعد الرقبة على تحريك الرأس بالتجاهات مختلفة هسا الرقبة الرقبة من أزاء الجسم الرئيسية يقلنا رأسي شون يوقف على الجذع مالتي عن طريق الرقبة هسا وظيفتها أنه شوفوا رأسي شون وقف على جذعي عن طريق الرقبة بعد شنو وظيفتها أنه أقدر أحرك رأسي يعني باليمين أو اليسار أقدر أحرك رأسي باتجاهات مختلفة الجذع هو جزء من أزاء الجسم الرئيسي أن الجذع يتكون من صدر وبطن يعني يتكون من صدر وبطن شنو أسميها المنطقة الجذع الذين يحافظان على أزاء الجسم الداخلي جزء الجذع جزء من أزاء جسم الإنسان الرئيسية يتكون الجذع من الصدر والبطن الذين يحافظان على أجزاء الجسم الداخلي هسا الجذع يتكون من صدر وبطن ما الأطراف؟ هسا نجي إلى الأطراف قلنا الأطراف يجزئ من أجزاء الجسم الأطراف تتكون من الأطراف العليا والأطراف السفلة الأطراف العليا هي اليدان قلنا ليس منها علينة بأعلى الجسم توجد بالأعلى اليدان تتصل بالجذع عند الكتفين ويوجد في كل يد خمسة أصابع استعمل يدي وأصابعي في كتابة واجباتي وتناول طعام وحمل الأشياء اليدان شون تتصل بالجذع يعني أنا إيدي شون متصل بالجذع عن طريق الكتف اليدان تتصلها بالجذع عن طريق شنو الكتفين زين كم أصبع بإيدي خمسة أصابع زين شنو وظيفتنا هاي الأطراف العليا شوفها سنلاحظ هذا الولد شنو جاي يسوي جاي يحل الواجبات المدرسية زين بيمن يحل الواجبات المدرسية بيمن يكتب باليدين مو بأصابع إيدين لازم القلم بعد شنو وظيفته الأطراف العليا تناول طعامي وبعد وشنو حمل الأشياء إذن هذه وظيفة الأطراف العليا كتابة واجباتي وتناول طعامي وحمل الأشياء الأطراف السفلة الأطراف السفلة منهم رجلان يتصلان بأسفل الجذع يعني من اسمها أطراف السفلة بالأسفل يعني تتصل بأسفل الجذع تساعدني رجلاي في المشي والانتقال من مكان إلى آخر من اللاعبها سلاحظها الولد جاي يسوي سوق بايسيكل بيمة عن طريق الأطراف السفلة بعد إنت شون تروح من المدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة عن طريق يعني نمشي عن طريق الأطراف السفلة إذن هذه هي أجزاء جسم الإنسان يعني أجزاء جسمي يتكون جسمي من عدة أجزاء شون هي الرأس قلنا الرأس يشمل جمجمة جمجمة هي عظام الرأس شموجود بداخلها الدماغ وإيضا شنو بالرأس موجود الوجه الوجه به عينان وذنان والأنف والفم الفم شموجود به موجود الأسنان واللسان الرقبة إنه هي جزء من أجزاء الجسم تصل الرأس بالجسم يعني الرأس شون واقف على جذعي عن طريق الرقبة وبعد شنو قلها وظيفة إنه أقدر أحرك رأسي باتجاهات مختلفة أما الجذع الجذع هي منطقة الصدر والبطن الجذع هي منطقة الصدر والبطن أما الأطراف قلنا تشمل العليا والسفلة العليا اليدان من اسمها عليا يعني بأعلى الجسم شنو وظيفته السعم اليد وأصابعي في كتابة واجباتي وتنامل طعام وحمل الأشياء وفي يدي كم أصبع خمسة أصابع أما الأطراف السفلة هي الرجلان قلنا يتصلان يعني أطراف السفلة بأسفل تتصل بالجذع بالأسفل تساعدني على المشي والانتقال من مكان إلى آخر أقرأ الصورة كيف تشبه أطراف الإنسان أطراف السنجاب نساء الطفل شنو يتني أكل شوفوها هاي ثمرات التفاح بيمن لازمها بيمن لازم التفاحة بأصابع أيدي يعني استخدم أطراف العليا شوفوا أيضا السنجاب شوفوا الحيوان بيمن لازم الثمر وياكلها بأصابع أيدي بأطراف العليا لعظة الصورة شون تشابه يعني اثنين تم استخدمين الأطراف العليا يعني أصابع اليد وياكلون ما وظيفة الأطراف عند الإنسان إن الأطراف لأطراف العليا والسفلة العليا تساعدني على أنه حمل الأشياء أتناول طعام بيها أحل واجباتي يعني شون أكذ القلم أنا بأصابع يدي أما الأطراف السفلة أستخدمها للمشي للحركة اللعب يعني ينتقل أنتقل من مكان إلى آخر مراجعة الدرس ما الأزاء الرئيسية لجسم الإنسان إذن ما هي الأزاء الرئيسية لجسم الإنسان هي الرأس والرقبة والجذع والأطراف إن جميع الناس من جسمهم يتكون يعني الأزاء الرئيسية من جسمهم الرأس والرقبة والجذع والأطراف ما الأطراف التي يستعملها الإنسان في المشي والانتقال من مكان إلى آخر من هنا الأطراف اللي سعمل الإنسان بالمشي اللي هي الأطراف السفلة الرجلان ما أهمية الأصابع للإنسان الأصابع قلنا من خلالها أقدر أنه أحمل الأشياء أمسك الأشياء بيها يعني أمسك كتابي أمسك قلمي أو ورقة أو محفتي يعني أمسك الأشياء بيها وبهذا نكون خلصنا درسنا اليوم إن شاء الله يكون واضح لكم وأشوفكم بالدرس القادم مع السلامة